السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في قناة حلوية ثمار يوم سنقوم بعمل حلوة المخدة من سلسلة سابلي بريستيج لا تنسوا الاشتراك ودعم في القناة وتفضلوا نشوفوا المقادل هنا عندي كما راكم تشوفوا مول سيليكون بالموتيف المخدة او الوسادة كما راكم تشوفوا هنا عندي عجينة الصابلي التي قدرتها لكم في فيديو سابق تحلوة الكاطر اذا هنرى هي وجدة عندي 250 غرم زبدة كالسكر ناعم فانيليا حبابيض وننمو بالفارينة بالنسبة للحش و هذه اللمسة لدي هنا ثلاث كيلات فنجل صغير بركة اللوز لدي فانيليا و كيلة من السكر السكر العادي اللي سننمو بالمظهر اذا انا قدرت لكم بقشوروا هذه اللمسة الخاصة سنحشي به هذه المخدات هنا سنضج مزهر تقريبا نزج مغرحة ثلاثة متوسطين من المزهر نخلط و نخليها على جنب هنا كما راكم تشوفوا انا راكم ازنت 15 غرم لحبة الوحدة على حساب المول مول المخداء هذا راها صغير مع ان هنا لازم يكون حساب يعني بش مجيكم شعب عالي بزاف و انا ناخد الحشو هذا والحشو هذا يعني معروف عندنا في الجزائر هذا ان نحشو به العريش نديرو بها الكعيكعة التشارك تقول لي ملا يعني ما نحشيش به هاد العجينة السابلي وصراحة يعني والله يجبنين بزاف هاكدا كما راكم تشوفوا غلقنا عليه وهنا راح نحطه داخل هاد المول سيليكون كما راكم تشوفوا اذا عجينة السابلي هادي هي يعني المميزة عندي يعني مخيرة عندي اللي نخدم بها دايما صراحة بنينة بزاف يعني ودوب في الفم اتمنى انكم كامل يعني تاخدوا هاد هاد العجينة وتكون مفضلة عندكم هنا بعد ما كملت كامل دخلتهم الفرن كما راكم تشوفوا بعد ما طابوا وبردوا نحيتهم طبعا المول وبردوا خليتانك المول برد نحط كلش على جنب وهنايا احنا وريلكم عندي شوكولة بيضاء كما راكم تشوفوا اللي دوبتها وخليتها تقريبا يعني راهي دافية ما راهيش بردة بزاف عليش يعني ما ندروه هاش سخونة باش يعني بالخف تحكم لكم كي ندخلوها للمجمد يعني بالخف تحكم لكم في الحبات على القاطو هكذا هنا راح نعمر تقريبا مغرفة كبيرة من شوكولة من شوكولة يعني الاخت كي تكون مزروبة ولا في القاطو باش تخدم ما لازمش تكون عندها شوكولة تحها سخونة بزاف سنو راح تزادي يعني تطول في الكنجيلاتر باش تجمد هنايا هناخد الحبات الحلوة ورح نغطسها كما هكذا ندخلها داخل هاد المول كما راكم تشوفوا هكذا اذا اليوم قدرت لكم شكل بسيط جدا وصار احب بنين بزاف يعني في الفيديو مقبل ان شاء الله راح ندلكم انواع اخرى من هاد الصابليت على المخدة هنا نخبطو هكذا يعني خبطة خفيفة كما راكم تشوفوا ونعاودو نضغط عليهم كامل ضغطة خفيفة وندخلهم للمجمد يعني لمدة خمسة حتى عشرة دقائق هكذا كما راكم تشوفوا بعد ما جمدو عندي نحيتهم المول وننحو هادوك الجوانب هنا عندي ملمع لون ذهابي كما راكم تشوفوا وانتوما يعني لحسب الرغبة تقدر ديرو اي لون اخر انا حبيت بركي يعني يعطي لمعة فقط من هاد الحلوة هكذا ما نعرف في اللي رايت بين للكم باللي رايت المع بهذا الطريقة ناخد انا كذلك الحلوة الفضية اللي راح نديرها في وسط كل مخدة في كل حلوة هكذا في هذا الطق في الواسط كتازين فقط وهي لك حلوة المخدارة هي وجدة عندنا كما راكم تشوفوا صارها قلت لكم جات بنينا بزاف دوف الفم اتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ونقول لكم لمولتاقة ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة